يا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة ري اكت هنشرح في الفيديو ده ازاي تعمل لعبة بري اكت لها لعبة اكس او او هي بسموها تيك تاك توب هنمشي خطوة بخطوة لغاية ما نطلع لك اللعبة شغالة وتبنيها وأنا اخترت تيك تاك توب عايدا عن الحاجات التانية لان هي هتبقى برضو حاجة فن تقدر تطلع اللعبة دي تتلع بها مع صحابك وبتاعها وتقول لهم انا عملت اللعبة دي وشغل عالي كده لهم بص الاول اللي احنا عايزين نبني ايه او ايه الشكل النهائي اللي احنا عايزين نطلعه فانت مفروض يطلع قدامك البورد دي بعد ما نخلص يعني بناء الابليكيشن تلاقي البورد دي قدامك وهتلاقي بيديك انستركشن يقول لك ده دور مين اللي يلعب دلوقتي فبيقول لك مثلا دلوقتي ده دور السيركل انها هتلعب فانا لو ضغطت على اي مكان هيفضل يحط لي اللي هي السيركل الدايرة فانا كده لعبت دوري فروت دور الشخص التاني اللي يلعب وهيقول لك فدور اللي هو الاكس اللي يلعب فلو ضغط هنا الاكس هتلاقي عمل لك اكس في المكان وهكذا تفضل بقى تضغط على الاماكن لحد ما توصل ان حد فيهم يكسب بالشكل ده فكده السيركل كسب فيقول لك سيركل وينز وطبعا لو ضغطت مش هتعرف تعمل اي حاجة لو عملت ريفرش جربت تاني فتخلي مثلا الاكس المرادي هو اللي يكسب بالشكل ده فهتلاقي يقول لك كروس وينز وكده تقدر يداي ده يكسب وتيبة الاحتمال التالت ان انت الاثنين يتعادلوا بالشكل ده ان انا احاول العب من النحاء دي من النحاء دي بالشكل ده كده فكده مفيش حد كسب فيقول لي درو في الاخر فاحنا بقى عشان نبدأ نبني الابليكيشن الجميل ده محتاجين نبدأ بـ Next Application فاضي واحنا عشان نبدأ بـ Next Application بندخل على اللي هي Documentation ونقول له Create Next App فانا لو دخلت على الموقع الرئيسي اللي هو بتاع Next.js ليه تحديدا هاختار Next.js لان هو React Framework وقدر اكتب فيه React بس هو متكامل وفي حاجات كثيرة جدا متسهل علي وبقى هو المرجح في استخدامه النهار لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن Next و React وأساسيات React فاحنا نزلنا كورس مدته تسعين دقيقة بيلخص لك كل حاجة محتاجة تعرفها عن أساسيات React وليه النهارده بينا بنستخدم فيه على طول Create Next App وانا لو جيد دخلت هنا قلت له في Docs وقلت له Installation هنلاقي انه بيقول لي هنا هو NPX Create Next App at latest فهيحض الكوماند ده Copy هروح عندي في أي directory في الـ D وهوله Right Click قل لي Open Terminal طبعا لو انا على Windows 11 فهيبقول لي Open Terminal لو انا على Windows قبل كده شوية فمفروض تظهر عندي على طول برضو هنا الـ Option ما عرفش هوصل له او مش ملاقيه هنا خالص ممكن اقف هنا واكتب CMD فهيفتح معي الترمينال بتاعتي جهو الترمينال بتاعتي اللي انا محتاج اعمله ان انا اعمل Paste للكوماند اعمل Control V فهدلاقه NPX Create Next App Latest واضغط Enter هيبدأ بقى يقول لي انت عايز تسمي الـ Project A فانا هقول له عايز يسميه Tic Tac Toe اللي هو XO فكده يقول لي عايز تستاذن تايب سكريبت هقول له ماشي مفيش مشكلة ESLint برضو ماشي Tailwind هقول له No SRC Directory اقول له برضو No عايز تستاذن امورت اقول له لا فيبدأ ان هو يحط لي Basic Application اللي هو الفاضي الاساسية يخلص بتاع Next بعد ما يخلص همفروض يطلع معاك Success كده تعرف ان الدنيا تمام وجاهز عندك هروح للـ Directory اللي طلع في الـ Application ده اللي هو Tic Tac Toe هفتحه بVS Code بان انا اقول له هنا Open with VS Code او Open with Code برضو Option ده فروض يبقى ظاهر عندك لو هو مش ظاهر ممكن تفتح Visual Studio Code اطار الـ Directory ده تفتحه جواه Open with Code فده ببقى شكل اللي هو الـ Application بتاعي او اللي هو بعد ما يحطيلي الـ Base بتاع Next هبدأ افتح الـ App Directory ده لو جيت فتحت الـ Page.tsx عايز اول حاجة اعملها ان انا افضي كل الحاجات دي انا عايز برضو انا بفضي او بقامتي او بكلين اوب الدنيا دي اتفرج عليه وهو شغال فممكن ابدأ ان انا اعمل تشغيل اللي ده عن تريد ان اريد افتح الترمينال واقول له NPM Run Dev NPM Run Dev دي احنا كنا اتكلمنا عليه برضو قبل كده في الكورس بتاع React ان احنا قلنا دي اللي بتشغلك الـ Application باستخدام النوت سيرفر اللي عندك بيوصل لها عن طريق الـ Package جيسون في حاجة اسمها هنا Dev بيرن الـ Command ده اللي شغله لي Locally فيجي اقول له هنا Enter فهتلاقيه يبدأ يشغل معي الـ Application بتاع ناكست على الـ Local Server بالشكل ده بتحولي على HTTP Local Host 300001 لو عملت Control و Click عليه هيفتحولي في الـ Browser هده بيبقى شكل اللي هو الـ Empty Template بتاعته عم يجي يفتحها في الـ Browser نحط ثلاثين دول كده جنب بـ Camp ممكن ناجي هنا بقى أقفل دي الـ Panel دي وجوه هنا بقى Page.tsx دي اللي جوها الحاجات كلها اللي عملت عمل لها الـ Render هنا فانا اللي انا محتاجة عمله ان انا امسح كل الحاجات اللي جوه دي واسيب بس اللي هي المين الرئيسية فلوما ساحت تتلاقي الدنيا كلها بتاتت انها تبقى بس اسود بس شاشة سودة مفيش اي حاجة لان ده اللي عملوه برضو الـ Styles.main برضو ممكن ان انا الـ Styles اللي هو احططها الافتراضية انا مش عايزها لان انا هحط Styles خاصة بي انا. فابدأ ان انا برضو امسح اللي هي الجزئية دي. ممكن اخش جوه الـ Styles دي اللي هي Page.tsx واشيل الـ Styles كلها اللي انا مش عايزها او ملهاش اي لازمة بالنسبة لي. لكن انا هختار ان انا اشيل بس Class name بالشكل ده. واشيل الـ Styles دي بالطريقة دي كده. واسيب مجرد الـ Component empty خالص عندي. فكده احنا بدأنا بـ Page empty خالص ما فيهاش اي حاجة. ممكن اجرب ان انا احط زي text element بس عشان اجرب شوف الدنيا تمام اقول له test مثلا بالشكل ده. فلا طلعت معي test. فتأكد بس ان انا كده ايه تمام وجاهز. اول حاجة بقى احنا محتاجين نبنيها مع بعض هي game board بتاعتنا. ينازل نعمل اللي هي التسع خانات اللي هو هلعب فيهم عشان خاطر عن مضغط على مكان. يبدأ ان هو يقول لي تمام انت اخترت او كده. فلازم احط بس الاساس بتاعه الاول. فانا اول حاجة محتاجة اعملها. هعمل element هسميه div. والألمنت ده. انا هبدأ اديله class name والclass name ده هو اللي انا هعمل بيه css اللي يحط الشكل بتاعه المناسب. فهبدأ احط له هنا اسمه game board. فبقى دي كده هيبقى شايل game board بتاعتي. فالgame board دي انا هدفها بس ان هي تبقى عاملة زي الكنتينر او الوعاء اللي هيشيل cells او اللي هي كل خانة او كل خلية. انا هحط جواها انا عايزه انا عايزه يظهر انا طب المزهر معي لسه اي حاجة لانه هتطلوش اي styles فانا ممكن اجي اخلي ال styles بتاعتي كلها في الملف اللي هو هنا اسمه globals.css هتطول جواه الملف ده طبعا هتلاقيه وحاطتلي حاجات افتراضية برضو بتاعت next ممكن امسح كل ده. اعلم عليه كله. واعمل له delete. واخلي الملف فاضي. هتلاقيه راجعة تاني للابيض اللي هو ال base الخالص بتاع الصفحة. وابدأ انا احط ال class name بتاعي اللي هو game board بالشكل ده كده. وده انا عايز اديله width يبقى 300 pixel وعايز اديله height يبقى 300 pixel. ال width وال height دول properties في css باستخدامه مشان خاطر احدد مكان الحاجة بشكل عامل ازاي. بس لسه لو بسيط انا مفيش حاجة ظاهرة قدامي. طبعا ليه مفيش حاجة بتظهر قدامك لان انت اصلا لو حد عارف اسيات html فيعرف انه اي div بتعملها افتراضية مببقاش لها اي border او اي اطار هي بتبقى موجودة. فانت لو عملت inspect بالشكل ده كده. فهتلاقي game board هي موجودة. واخدها 300 في 300. بس مفيش لها اي اطار او اي حاجة ظاهرة قدامك. فعايزين نحط لها اطار. عايزين نحط لها border. فانا هاجي برضو هنا زي ما انا كده. هقول له border. دي برضو css property. وهقول له solid يعني عايز الاطار بتاعي يبقى solid بالشكل ده. هتلاقي تلقائي ظاهر معاك. بعدها ممكن احدد في نفس border property دي. اقول له انا عايزه سمكه قد ايه. فممكن اخليه اما واحد بيكسل بالشكل ده. واقول له يبقى لونه عامل ازاي. يبقى لونه black. طبعا لو حبيت ان انا ازود ده حاجة ترجع لي انا ممكن اخليه خمسة بيكسل مثلا. فهتلاقي بص بقى ساميك اكتر. ممكن اخليه يرجع تاني اتنين مثلا. يبقى حاجة معقولة في النص. فدي تفضيل بس في الشكل النهائي انا عايزه يبقى عامل ازاي. وكده هتلاقي حتى تلقائي ال element اللي هو اللي معموله render. هو هنا طالع بقى عنده border. وظاهر عندي فعلا هنا في ال elements بتاعتي. هارجع لل page عندي. عايز اقفل بس دي مؤقتا. انا ال board بتاعتي مش عايزة تبقى بدقة كده من الركن بالشكل ده. انا عايز ال board بتاعتي دي تبقى متسنطرة في نص الصفحة. وده بيبقى تحدي صعب في التعامل مع CSS. لان نزلة متوقعة ان انا دلوقتي ال element ده اسنتره ازاي. هتلاقي افتراضين اول حاجة تيجي تخطر في بال الناس. او لسه حد لسه بيبدأ فيقولك طب بص انا عايز اعمل text align center. ده خطأ شائع جدا بالنسبة تعمله. text align شانت تبقى فاهم او اي حاجة اللي علاقة بال text تبقى داخلية. جوه ال element نفسه لو انت شغال عليه. بس انا عايز ال element نفسه اصلا بالنسبة للصفحة يبقى 100 center. طب بنفكر في الموضوع ده ازاي؟ بنفكر في الموضوع ده ان احنا محتاجين نعمل الوعاء الخارجي يقول ان اي child element شايله جوهه يبقى في ال center. بصوا خلينا نتبقى متفقين ان في حاجة في CSS موجودة النهاردة وهي حديثة نوعا ما اسمها flex. ده هو فكرته ان هو بيبقى عابم زي وعاء كده كده خارجي. الوعاء الخارجي ده انا بقيد ال elements اللي جوهه تبقى مرصوصة عاملة ازاي. يعني ايه مرصوصة عاملة ازاي؟ يعني مثلا انا عايز ال elements بكلهم يظهروا جنب بعض. فده كده بالنسباله ان انا display بشكل رو او display بشكل رو. انا عايزهم يبقى فوق بعض فكده انا عاملهم display على شكل column. طب انا عايز ال elements دي بشكل عام من غير بقى يعني رو او column. انا عايزهم يمتسنطرين horizontally. يعني في الجزء اللي هو افقي بمتسنطرين في النص. عموديا vertically ممكن يبقى فوق ممكن يبقى تحت. فتعالوا نستكشف الحتة دي شوية في السياسة. فانا عشان اعمل القصة دي وحققها هنا. هاجي هشوف مين الوعائي الخارجي اللي ماسك لي الجيم بورد دي. هتلاقي اللي هو المين اللي كان معمول هنا ده. طبعا هو مين انت ممكن مش تزين تخليه مين. ممكن بردو تخليه div عشان بردو ما يحصلش الاخبطة او حد متخيل ان هي لازم مين دايما ال element الاساسي. لا انا ممكن تخليها div. دي بس تفضيل مش اكتر بردو. فهاجي هنا في div ده هتدي له class name والclass name ده انا هسميه container. فcontainer ده هدف ان انا عايزه يبقى هو الوعاء بتاع الصفحة بتاعتي او ممكن اسميه root ممكن تسميه app. مش هتفرق المهم ان انا هسميه class name بالشكل ده. وهاجي هنا في css ملف css افضل ان انا هحطهم بالترتيب فخلي ده كده يبقى هو الاولاني وهي مش هتفرق بردو حطيته فوق او حطيته تحت. وهخلي container ده اول ما بقوله display flex هتلاقي ما فيش حاجة تغيرت قوي لسه ما فيش حاجة حصلت بس display flex هو بيخليه يبدأ يتعامل مع ال elements الداخلية انها عبارة عن boxes عايزة رصها في الصفحة يعني ممكن نفكر فيه كده. طب هو اصلا ايه الافتراضي الافتراضي بيحاجة اسمها block block ده ده اللي هو الافتراضي اصلا لو انت عملت ال set لحاجة ان انا افتراضيا كده لما جيت بدأت ما عملت ال set ل اي حاجة فده كده اللي هو الافتراضي display block طيب انا جيت عملت set لflex فكده قلت له ما تتعاملش ان هو block واحد على بعضي ياخد صف اتعامل معا ان هو عبارة عن boxes فده كده box اولان يهو ولو في بوكس تاني او ثالث هيتحطوا يترسوا جنب بعضيه. طب احنا ممكن برضه عشان نتصور اكتر هحط مؤقتا كمان game board في الصفحة بالشكل ده كده. فهتلاقي ان هم بص ظهروا جنب بعض. فالحقق لي ده هو display flex. نرجع تاني نشيل display flex ده عشان نشوف الشكل الاساسي اللي افتراضي بيعمل ازاي هتلاقيهم مرسوسين فوق بعض. فدي كده فكرة ان هو ال block افتراضيا لا كل واحد بياخد صف كدفعي. لكن عملت له flex تعمل معا ان هم boxes فبيبدأ رصهم لي جنب بعض او فوق بعض زي ما انا عايز التفضيل بتاعي. طيب في flex انت مش مجرب بس بتقول له كده ده اللي انا خلبيه كده وخلصت لا انا عايز بقى اتحكم في flex يعمل ايه او يتعامل مع ال elements ازاي. فبتبدأ تقول له flex direction وابدأ اقول له column مثلا. ده كده معناه ايه؟ معناه رص السناديق فوق بعض. كي انك عملته display block طب هو ايه اللي افتراضي بتاعه يعني برضو بيبقى اللي هو row. row ده اللي هو انت تخليه مترسه جنب بعض flex direction. انا طبعا مش لازم اخليه مترسه جنب بعض. ممكن اخليه مترسه فوق بعض براختي. لكن في الاخر خلص من ده بقصة ما عنديش غير element واحد شوية حاجات هنا تخليه يتسنتر. يعني انا عزبط ايه هشيل المبدئين الكنتينر التاني اللي انا حطيته ده هنا. همسحه. وارجع بس للاصل ال game board اللي هي الواحدة. وعايز يسنترها. في بقى حاجة انا بستخدمها عشان خاطر اسنتر الحاجة او اتحكم في المكان الحاجة اللي هي children اللي جوه الكنتينر ده اسمها justify content. دي بتتحكم في اللي هو الهوريزونتل او اللي هو الافقي. ده يبقى موجود فين؟ يبدأ مثلا من ال center ولا في ال end ولا كل واحدة حاجة لها طبعا استخدام مختلف انا مش لازل اخش في تفاصيل كتير فيها. لكن خلينا نقول ان انا عايزه center. هتلاقي اللي حصل ايه؟ ان هو بقى بيحسب له من الشمال واللي مين بالظبط خلهولك مت center في النص بالظبط من غير ما تزعج نفسك ولا توقع تعمل مثلا حاجات كتيرة في حسابات المرجن وحسابات البادنج اللي كانت بتحصل زمان. فهتيجي بروقتي برضو بعد justify content تستخدم بقى اللي هو حاجة اسمها align items. وتقول له برضو center هتلاحظ اللي هيحصل. مفروض ان ده كده يتسنتر في نص الصفحة لكن هو ما ياخدش center لان هو ال container ده اخره في height واقف عند هنا. واقف عند حجم ال elements اللي واقفة فيه. فلازم اكبر اللي هو height بتاع container. انا عملت inspect بالشكل ده لل container فهتلاقي height بتاعه واقف عند حجم ال children اللي هم هو قفين جواه لكن انا لو اديته height انه هو يفرش في طول الشاشة كلها. في طول vertical height كله. فساعتها هيقدر center دي في النص. فتاخد بالك برضو ان موضوع centering مايتحكمش برضو او مايتعلقش بس بال child element اللي جوه. يعني المتحكم الاساسي container او الوعي الخارجي اللي شاهل ال child element ده. فلو جيت انا هنا قلت له انا عايز height يبقى حاجة اسمها 100 vh اللي هي vertical height فمعنانا بقول له ايه؟ بقول له اين كان 100% طول اللي هو الشاشة بتاعتي اين كان طولها عامل ازاي؟ خليه يبقى دايما 100% لو خليت ده 80 هيبقى بقول له 80% هتلابص بالشكل ده. لو خليت ده 50 يبقى كأنك بتقول له 50% هي مش 50% انت بتقول له 50 من vertical height. يعني بيس الوحدات بتاع الشاشة دي كلها قد ايه؟ وياخد منها ال 50 وحدة بتاعت الطول. فانا اقول له هنا 100 فهي بتكافئ كان يبقى له افرش المية في المية. وبتلاحظ ده جدا لو انت برضو عملت انسباكت بالشكل ده كده. فهتلاقي ان الطول معاك بص متغير. يعني متغير ودايما بيحافظ على انه يبقى موجود في السنتر دايما. ودي فائدة اللي هي ال VH. تختلف عن ان انت تعملها مثلا 100 بيكسل. فساعتها انت قيدت طولت ان الطول لا 100 بيكسل بس. او طولت ان الطول مثلا 450. فكده هو بيقيس 450 بيكسل بالزبط. فهتلاقي ايه؟ عامل استاك معايا بص ما بيتحركش معايا حسب طول السكرين او طول اللي هي الاريا اللي هو شغال فيها. فهرجع دي تاني ليه 100 VH بالشكل ده كده. فكده انا خلاص جهزت الكنتينر بتاع الجيم بورد بتاعتي. بعد ما خلصت الجيم بورد بتاعتي انا بقى دلوقتي عايز ابدأ احط اللي هي السيلز او اللي هي البوكسات اللي هيبقى جواها ال X وال O. فعشان حقق ده انا محتاج هنا احط تسع خانات. يعني محتاج احط div وكمان واحدة وثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هعط تسعة elements وكل واحدة من elements دول عايز اديها برضو border وعايز اديها styling بس الا ان الطريقة دي في التعامل مع react دايمن غلط يعني متحطش ال HTML directly كده جوه ال child اللي انت استعمله متكرر بالشكل ده. في react الصح ان انت تروح تعمله component يعني هاجي هنا هعمل جوه ال app هعمل فولدر جديد هسميه components بالشكل ده وهعمل جوه فايل جديد وهسميه cell.tsx جوه ال cell.tsx دي دي كنا برضو شرحناها في الكورس بتاع react ممكن تبصوا عليه لو انتو عايزين تعرفوا بس اكتر ايه هو tsx اللي انا محتاج اعمله هنا ان انا اجي اقول له const واقول له cell بالشكل ده واعمل له arrow function بالطريقة دي كده وافتح ال body بتاعها وااجي تحت اقول له export default cell فكده انا عملت component اسمه cell. جوه ال cell دي هنعمل دفاية بالطريقة دي. فانا الدفاية دي اول حاجة عايز اعمل لها return بالشكل ده كده. جوه ال div دي انا عايز اديها class name والclass name ده هسميه square عشان هاجي برضو اكتب لها css والcss ده هو اللي اديها بقى الشكل بتاعها وال border بتاعها. انا جاهز ان انا اخد ال cell دي وحطها مكان الدفاية دي. لكن انا برضو تاني عايز اعمل تسعة components. فمش عايز اقعد بيدي اعملهم. عايز استغل ال react في الموضوع ده. وكده انا عايز اعمل logic اصلا للموضوع ده فهاجي هنا في react. هعمل state. ال state دي هسميها cells واقول له set cells بالشكل ده كده. اقول له use state بالطريقة دي كده. وهشيل جوها array. والarray دي انا عايز اتشيل معي ايه؟ او ايه ال elements اللي الarray دي مفروض تشيلها معي؟ الرay دي المفروض انها هتشيل معي تسعة elements اللي هم هتعامل فيهم يما هيبقى x يما هيبقى o. طبعا عايز بس الاول احيال المشكلة متعلقة ب nextjs انه هو بيقول لي انت ما تيجي تتعامل مع components عشان دي حاجة متعلقة ب next13. فلازم اجي هنا فوق خالص اقول له use client. دي مهمة جدا ان انا هحطها عشان خاطر ابدأ اتعامل ب states والدنية تمشي معي تمام عشان نعمل لها render في فهاجي بقى جوه ال state دي هحط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. فانا هحطيت كده تسعة elements جوه ال state بتاعتي اللي هم يبقوا ال array طبعا احنا هنبدأ فاضي لان انت تبدأ تلعب في الاول ما فيش حاجة تم اختيارها لسه اللي انا هعمله بقى ان انا هاخد ال cells دي وهعمل لها map هنا عشان ترندر ال cell component اللي انا كاريته بالشكل ده هاجي انا هقول له cells هقول له dot map وهعمل كده هو ال recall back function وجوه ال recall back function دي هقول له cell بالشكل ده وهقول له index لان انا عايز ال index بتاع كل واحدة في لفة اللوب cell دي اللي بتبقى القيمة اللي هو شايلها هنا انا ممكن مش محتاجها دلوقتي بس انا محتاج ال index لان خطر اطلع ال elements بتاعتي وهاجي هفتح هنا اللي هو بالشكل ده وانط وابدأ افتح component بتاعي اللي هو cell اللي انا كاريته هتلاقي هو بيناديل عليها على طول اضغط عليها هعمل لي import بالشكل ده وcell ده انا محتاج اديله key الطريقة دي وقول له key بتاعك هيبقى هو ال index للتوضيح بس ال key هنا في react دي بنستخدمها عما بنعمل كذا component يتعمله render بالشكل ده جوه map يعني عملت انا map عملت array of elements دي تطلع على شكل components جوه ال array دي اللي ما عامله map انا هنا محتاج اقول له react add key لكل element يتعمله render عشان خاطر يميزه لو هيعمل rerender لل component ده يعرف ايه اللي معموله render او ايه اللي اتمسح بعد كل عملية loop بيتوفر يعني في performance لكن حتى اني ممكن نتكلم عليها برضو في فيديو مستقل دلوقتي طبعا انا لو جيت بسيت على الشاشة مش هلاقي ظاهر معي اي حاجة لان انا لليسة محطيتش اي styling للسل اللي هو بياخد class name square فهاجي بقى في global css وابدأ اعمل الclass name اللي اسمه square بالشكل ده وهبدأ ان انا اديله width و height مبدئيا وبوردر فهديله width بتاعي هيبقى meet pixel وهديله height بتاعي هيبقى meet pixel وهديله border زي البردر ده بالظبط فممكن اخد ده كده copy وحطه هنا paste فالاقي بتده يظهر معي البوكسات فعلا بس البوكسات ظهرت فوق بعضيها نرجع لنفس الحاجة اللي قلناها من شوية ان لازم الكنتينر بتاعهم يبقى display flex عشان يعرف ان هو يحطهم ويرصهم جنب بعض على شكل سنديق يفتوا الكنتينر اللي هو الكبير بتاعهم طب مين الكنتينر بتاعهم في الحالة دي هو game board فكده لازم انا اخلي game board بتاعي display flex بالشكل ده كده اول محروض اس play flex هتلاقي تلقائي يبتدى يعمل لهم auto fit جوه الكنتينر بتاعهم بس كده انا عندي مشكلة ان انا مش عايزهم يفتوا ويتزنقوا جنب بعض انا عايزه عما يوصل ان كل واحد واخد الويتس بتاعه والهايد بتاعه يبدأ ان هو يسبريدهم ويعكده ينط سطر او ينط للرو الجديد ويبدأ يكمل ينط للرو الجديد طب ده ينفع نعمله برضو بcss اه ينفع دي برضو property متعلقة بالflex اسمها flex wrap flex wrap معناها ايه؟ معناها انا بقوله انت تعمل ايه في حالة ان ال elements هت بتحاول تعمل overflow بتحاول تطلع برا الصندوق فالافتراضي بتاعه هو بيعمل حاجة اسمها no wrap دي معناها ان هو بيحشرهم وخلاص في نفس الصف جنب بعض او بناء على اللي هو ال direction بتاع flex يعني ال flex direction هنا مع مول column مثلا فتلاقيه يحشرهم في شكل column معمول رو اللي هو الافتراضي يبدأ يحشرهم في شكل رو انا همسح ده باش محتاجه انشان حل المشكلة دي فبدل نوراب هقوله انا عايزك تعمل راب فتلقاه وما تقوله اعمل راب هتلاقيه ان هو ايه؟ يحشرهم كلهم جنب بعض طبعا هو فيه حاجة كده غريبة حصل انه حطت اثنين وكده حاول ينط سطر حطت اثنين بس اخر element ده مش عارف اياخد حقه كويس فطبعا هو حل المشكلة دي انهم ليه بش بيفده لانه كل واحد بيبقى عادة ليه افتراضي ان بيعمل زي مرجن بسيط كده حوالين الباوندري بتاعه فانت بتحلها باستخدام حاجة اسمها بتقوله ان يقف اخره عند البوردر يعني بتيجي في ال square ده نفسه بتقوله البوكس سايزنج بتاعه بوردر بوكس فبتقوله بتاعه يبدأ يحسبه منين لغاية فين فيبدأ يحسبه معاه اللي هو البوردر ده لان انت لو ما عملتش كده فهو بيقى فيه 2 بيكسل زيادة عن الميت بيكسل فعشان كده بالنسبة له لو شلت دي كده في نظره هو كل واحد من دول عبارة عن مية واثنين مية واثنين بيكسل مية واثنين بيكسل فعشان كده مش عارف يفت ده هنا بالراب فعشان كده طلع وعمل اوبرفلو ما عارفش كمي فانا هحط اللي هو البوكس سايزنج ده وحلل المشكلة دي وتبدأ تلاقي تكونت معاك الجيم بورد بشكل جميل دلوقتي اللي انا محتاجة عمله ان انا عايز اعمل اللوجيك بتاعه ان انا لو ضغط على مكان يبدأ يست ده كده اكس و او وان هو برضو يعرف دور مين يعني انا عايز يحدد دور مين اللي هيبدأ ودعاما انا هفترض اللي هيبدأ هو السيركل اللي هيبدأ وكده اللي هو الدايرة او ال او وهكده دور ال اكس وكده دور ال او تاني فانا عايز اعمل القصة دي فعاملها ازاي؟ هعمل بسيطة هنا خالص. هاجي هنا تحت السلز دي كده. وهعمل استيت والاستيت دي هسميها جو. اقوله ست جو. دي اللي هي بتمسك الدور او بتقول دور مين دلوقتي انه هو يضغط. فخليها تبدأ مبدئيا بدور السيركل. يعني خلي دايما دور السيركل هو هو اللي بيبدأ معي. واللي انا بقى محتاج اعمله ايه? ان انا في كل سل من دول لما اضغط على السل دي. بنيا على الدور يوم جاية حطتي ام اكس. يعني لما يحط او. طيب فعشان خطر حق القصة دي هخش طبعا جو والسل بالشكل ده. وانا عايزة تاخد اللي هي البروبرتيز بتاعتي تبقى واخدة اللي هي ال جو. اللي هو الدور بتاع الشخص ده. وهي الست جو. تاخد الاتنين استيت اللي هم الخارجيين اللي برا هنا دول. وهبدأ برضو ادوم لها بالشكل ده كده جو. فايجي اقول له ست جو. طبعا هتلاقي يعني زعلان منك تايب سكريبت لاني بقولك انت ما ينفعش تيجي تتعامل مع البروبرتيز ازل انها اني انا ده ما ينفعنيش كاي اس لينت و تايب سكريبت. وفضل انت تديهم الطايبس بتاعتهم. فاللا انا ممكن اقدر عمله هنا ايجا نط كده. بقوله تايب سل بروبس بالشكل ده كده. فده هقوله نوع البروبرتيز تبقى من اللي هي سل بروبس. وابدأ اعرف اللي هو جو بتاعي اللي هو ما اكتسدت بيها حاجة معينة. وبترجع لان هي الست بتاعت بتبقى عبارة عن ما بترجعش حاجة. لكن طبعا هتلاقيه برضو هو زعلان اللي بقولي انت نوع الطايب اللي انت مبصيه بالشكل ده. مش نافع فما ممكن اعلم عليه هنا وجاي واخد نوع الطايب ده كده. واجي جوه هنا احطه مكان الفونكشن دي كده. وابدأ اعمل للحاجات دي من ري اكت. اقول له امبورت فروم ري اكت. امبورت ده برضو كده من ري اكت. لو رجعت هنا تلاقيه ده مزعلان وده مزعلان وكله تمام. وهنا بقى انا محتاج اقول له عما حد يكليك على الالمنت ده. عايزة فممكن اجي هنا اقول له واقول له بالشكل ده كده. ودي فونكشن اخدها اعرفها هنا جوه. بالشكل ده كده. هي اقول له وابتاعها بالطريقة دي. بيه تبقى الفونكشن اللي بتهاندل بتاعتي. اعملها ارو فونكشن كده. وجوه الاندل كليك مبدئيا ممكن ان انا اشوف اذا كان دور مين. انا خاطر اظهره كرسالة تحت هنا. وانا اعرف دور مين اللي المفروض يلعب. وبرضه مفروض عما نكليك على الامنت من دول. يبدأ ان هو يبوبوليته. ده اما سيركل او اما ان هو اكس او اللي هو كروس. فنبدأ ان احنا نعمل اللوجيك ده. في جزئية التعامل مع الكليك. انا عايز اعرف ان عملت كليك هنا. فانا اكس ولا او. ولا هو المكان متاخده ولا لأ عشان اقدر ان انا اسد في القيمة او اللي هي القيمة بتاعت الاختيار بتاعي. فده ممكن احققه باستخدام اللي هي الهندل كليك هي بتاخد في البرامتر اللي هي ايه دي. ايه دي اللي بتبقى اليفنت بتاع كليك نفسه على الالمنت بتاع التعامل اللي انا عملته. فانا ممكن اقول له ايه. ممكن اقول له ان انا عم اعمل كليك عليك. انا عايز اعرف انت رقم كام لان انا طبعا هعرف رقم كام منين. انا عايز اعرف رقمه كام في البرد. عشان اقدر ان انا اجي هنا اربطه بمكانه في السل هنا. واحط القيمة بتاعته. وانا على الدور بتاع الشخص اللي عمل كليك. فتعالا ناخدها كده بالراحة step by step. فبدايا ان انا هاجي اقول له هنا ان الاي دي بتاعي هو الاندكس. يعني هدي اي دي مميز لكل سل من اللي بتعمل لهم ماب هنا دول. ولازم برضو اياجي هنا كده هو السل دي. واجه اقول له انت هتاخد هنا اي دي نو نمبر اللي هو يبقى عبارة عن اي دي. وهو ده اللي انا على اساسه هعرف انا الخانة دي رقم كام اللي انا هكليك عليها. او ممكن مبدئيا نعمل console.log عشان فاطر نشوف اللوج ده تمام ولا لا بالنسبة لي. فانا انا console.log ال اي دي مع كل عمليه تكليك. لو عملت انا اف اتناشر. ده هو انسبكت. وفتعطة console عندي بالشكل ده. فاجه اعمل كليك. فتليزر معي زيرو واحد اربعة سبعة تمانية. فتمام انا كده معي الاندكس بتاع الاليمنت في الاري. فوضل بقى ان انا اخد الاري نفسها اللي هي دي. واشوف المكان اللي انا بكليك عليه متاخده لا لا يعني فيه اصلا حاجة موجودة كفاليو ولا لا في المكان ده. عشان بناءا عليه اقدر احدد اذا كان الخانة دي ينفع اخط فيها قيمة ولا لا. لان هي لو فاضية ينفع اخط فيها قيمة. انما لو كان بالفعل دخل فيها click بcircle او click بكروس اللي هو اكس. فما ينفعش ان انا اخط فيها قيمة. فانا بقى هاجي هنا محتاج ان انا ادي السيلز كلها اللي هي موجودة عندي الاري بتاعتي اللي جاء لكل السيلز. وبرضه انا كده ما دام هغير في الستيت بتاعتها. فمحتاج برضه اباصي السات سيلز بتاعتي بالشكل ده. فهتديه له السيلز وهتديه له السات سيلز بالطريقة دي. ومدام برضه ادناهم في البروب بالشكل ده. لازم اروح هناك واحطهم برضه واعرفهم في البروب. فاقول له سيلز ودي عبارة عن الريو بسترينج. وااجي اقول له السات سيلز ودي عبارة عن التيب اللي هو متعرف هنا ده. ممكن اخده زي ما هو كده. واجي هنا اعمل له بيست. فكده تمام اتباصة معي السيلز والسات سيلز. اخدهم هنا بس في البروب. سيلز وسات سيلز. ما تتلقبطش ان ده ده مجرد طايب بيدفاين ايه انواع البروب اللي انا اخدتها. مش معنى انت عرفته هنا. يبقى هو خلاص هيتباصة هنا لازم انا اعرفه هنا كطيب. وبعد كده اقول انا عايز اكستراكتو ازاي. انا كده انا بعمل دستراكت من البروب وبجيب السيلز او السات سيلز اللي انا عايز استخدامها. ونعلى اللي هي مدباصية في الطايب معي. فاول حاجة في الهندل بتاعتي انا عايز اعملها ان انا اتشك ازا كان الالمنت تيكن ده ولا لأ. فممكن اعمل ده ازاي؟ ممكن اقوله بالسيلز او الاي دي ازا كان ده جوا قيمة ولا لأ. فانا عملت علامتين تعجب دي معناها ايه؟ معناها ان هو لو القيمة بتاعة الرجل ده فيها حاجة ان انا كده انا بقى اقوله ايه كده انت كده مفيش قيمة. فده بتقوله لأ كنتي عكست اللي هو الفولس بولين وانتقوله لو في قيمة في السيلز او في الاي دي اللي هو الريدي بالاندكس بتاعي. لو في قيمة معمول لها سات فيه بس هاته ده كده تيكن. فده اقدر ان انا استفيد منه كالوجيك لانه هو لو مش تيكن اقدر ان انا اساته بطريقة مظبوطة. طيب بانها طلعت معي وتمام. انا كده دلوقتي محتاج اعمل بقى اف كونديشن واشوف ده دور مين. هل ده دور السيركل. فلو جو تساوي سيركل. يبقى انا كده محتاج ان انا ده كده ضغط يبقى ده كده سيركل. ما كانش الالس اف بالنسبالي اخلي او اشوف اتشك ان كان الدور بتاع ده كروس. فاز عاية هاعمل اللوجيك بتاع الكروس. الاتين تقريبا هيبقى نفس الحاجة او نفس الفكرة. فممكن اعمل لهم الفونكشن. الفونكشن دي هيبقى اسمها بالشكل ده كده. واقول له يبقى اللي هتتغير دي هيتبقى سيركل. ونفس الكلام ما نادي عليه هنا واقول له هنا هتبقى طبعا انا لسه ما عملتش الفونكشن دي. تعالوا بقى نعرفها. برا الفونكشن بتاع الهاندل كليك بالشكل ده. واقول له كونست. واقول له هاندل سيل تاخد في البرامتر اللي هو اللي انا عايز اغير ليها على شكل هفتح الفونكشن بالشكل ده كده. فدي كده الفونكشن بتاعتي اللي هي هاندل سيل تشينج. جوه الفونكشن دي. انا محتاج اعمل ايه? محتاج اشوف اولا السيل اللي انا هغيرها دي كده. اخد الاري اللي هي بتاعت السيلز دي. وسته جوه هالسيل تشينج دي. حسب مكانها. وبعد كده اروح اعيد اعمل لها ريسات تاني جوه السيل نفسها اللي موجودة عندي او اللي هي السيلز كلها الاستيت الكبيرة اللي شايلة كل السيلز بتاعتها. طيب خلينا اخد بس الموضوع بالراحة واحدة واحدة كده. فالله محتاج اعمله ان انا هاخد نسخة من الاري بتاعت السيلز بالشكل ده كده. فممكن اقول له اعمل سبريد للسيلز جوه هنا. وبعد كده انا عايز اغير مين? انا عايز اغير كابي سيلز اوف الاي دي. لان انا هغير بالاي دي بتاع الحاجة او الاندكس اللي انا واقف عليه. هست القيمة الجديدة بتاعته اللي هي سيلتو تشينج اللي هي مببصية عندي هنا. اللي هي اما هتبقى سيركل او اما هتبقى كروس. بناء على الاختيار اللي تم اختياره. وبعد كده انا لسه معايا دي بس اعمل لها لوكال كوبي يعني اللي عايز بقى ستها مكان السيلز الاصلية فاجأقول له سيلز بالشكل ده كده. فاجأقول له كوبي سيلز. فكده هيست هياخد نسخة من الاري هيعدل الخانف الاري اللي عايز اعدلها. وكده يعمل لها دي برضو حاجة هنا نقصة ان انا مفروض بعد كل مرة او عملت ست للسال دي. بس عايز اقول مفروض دورك بقى يعني اقول له ايه يلا يلعب دورك انت اكس يلعب دورك انت او. فمفروض ده هنا اقول له ست الجو يبقى دور الشخص اللي جاي اللي هيلعب. مدام انا هنا في حالة السيركل يبقى دور الشخص اللي ما جاي بمين? هيبقى كروس. وهنا العكس ده دور الراجل ده كروس اللي بيلعب يبقى دور الشخص اللي جاي هيبقى اللي هو سيركل بالشكل ده. طيب فاضل ان احنا نجرب ونشوف هيحصل ايه ليه العملية دي. طب انا لسه ما استغلتش اللي هي تيكن ولا لا. فالمفروض انا اعمل الاف كونديشن ان ده لو مش تيكن لو مش تيكن الخلية دي كده بالشكل ده احط كل ده جواه لان انا مفروض ما نفس اللوجيك ده الا لو الخلية دي مش تيكن يعني فيه فاضية متاحة بس هي لو تيكن خلاص انا مش اينفى ان انا ايه اعمل اي حاجة فيها. وممكن برضو عشان ابسط اللخبطة بتاعت اللي هي الكونديشنز دي. انا ممكن اشيل واحدة من هنا واشيل دي واسمي دي وخلاص نوت تيكن. عشان ابسط على نفسي بدل ما اتلعبط بكمية اللي هي الاكسكليميشن. مركز بتاعت اللي هي البوليين والديفايني جيت نوت بوليين. فاقول له ده كده منظرها في الاخر. فالمفروض ان انا التوقع اللي يحصل ممكن برضو ريفرش الصفحة احتياتي عشان لو استيتس معمول لها كاشنج فهرفرش الصفحة. فروض بقى التوقع اللي يحصل ان انا كل ما كليك يعضي ست اكس او اكس او اكس او اكس او لغاية ما كل الخلايا تتملى. او ان حد فيهم يكسب. لسه نشوف لوجيك اللي يكسب ده ازاي. بس على الاقل عايزين نجرب دلوقتي مع عملية اللي هي الهندل كليك دي بتحصل ولا لا. فايجي هنا في البيج كل اللي علي اعمله هو عامل بس الهو أعمل بس console.log للسالز. عشان اشوف فيطلع معي اى ايو. فتلم ابدأ ان تطلع معي فاضية. فروض بعد الكلك الاولانية دي كده. فطلعت معي فعلا سيركل. عملت كليك هنا طلعت معي كروس. عملت كليك هنا طلعت معي سيركل. عملت كليك هنا طلعت معي كروس وهكزا لغاية ما تلاقي ان انت تملى كل الاماكن. بس اتخد بالك ان انا لو ضغطت على مكان قريدي معمول له ست مش هيعرف ان هو يعمل تاني لان هو هيبقى تاكن خلاص. لحد كده تمام وبهندل وكله تمام. بس انا عايز دلوقتي ابدأ اظهر شكل ال اكس وشكل ال او. يعني دلوقتي انا اقوى بكليك والكليك لوجيك شغال وبايت معيه في الكونسول. بس بالنسبة اليوزر اللي بيلعب هو مش شايف حاجة. فانا عايز اعمل حاجة بسيطة هنا تقدر انها تحدد لي نوع السل دي ايه اللي انا وقف عليها. طبعا انا هحتاج ان انا اخد الثل اللي انا وقف عليها اللي اه تم اختيارها سواء كانت سيركل او a cross عشان اعرض ايه اللي موجود هنا او ايه اللي المفرودي يظهر هنا في النص. فبرضه هابسيها في ال blocks. فياجي هنا اقول له sell تساوي sell. sell تساوي sell بالشكل ده كده. وااجي هنا ااخد الثل على شكل اللي هي numbersatar ا בה وضعتها برضو هنا في ضمن ال dropヒ احطتها في type وحطتها في ال problem. وبقت موجودة معي السل. انت حتى دلوقتي كده السل معي ممكن أعرضها النتيجة بتاعتها أو عارف دي دي سيركل ولا كروس بنا أنا ليه أعرض حاجة معينة هنا جوه الباوندري أو جوه البوكس ده طيب فأنا اللي محتاج أعمله إن أنا هعمل زي ديف ألمنت داخلي ديف ألمنت الداخلي ده هخلي لي كلاس نيم يبقى بناء على نوع السلة دي وجواها في البودي بتاعها هقوله السلة دي لو هي عبارة عن سيركل فعايزك تعرض لي لو هي عبارة عن كروس فأنا عايزك تعرض لي بالشكل ده فهتلاقي طبعا هو إيه فيه افتراضيا بيعرض لك حاجة مبدئيا فأنا مفروض برضو أقوله إيه إن دي تبقى فيها قيمة بالطريقة دي كده سل فهاجي هنا في اللوجيك بس عشان حطه صح فأقوله لو في سل فتعملها بالطريقة دي لو مفيش يبقى طبعا هيبقى فاضي مفيش كونتنت عيزهر يعني ده كده اللوجيك المتوقع هيتشكل أول إذا كانت السل دي فيها قيمة ولا لا لو فيها قيمة هيبدأ يابلاي اللوجيك ده ويقوله إذا كانت السل تسوي سيركل فيزهر لي حرف الأو لو تسوي أكس يزهر لي حرف الأكس تعالوا نجرب نكليك فهتلاقي فعلا ظهر أو ظهر أكس ظهر أو أكس أو أكس فكده تمام شغال معي بس شكله طبعا عايز يتحسن لأنه شكله غريب أو شكله وحش جدا فممكن نزبط ده باستخدام برضو الستايلينج أو السي أس أس ونقدر نستفيد من ده في حاجتين أولا السكوير بتاعي برضو هخليه دي سبلاي فلكس عشان يحط الألمنس دي في النص يسنترها وبعد كده السل كلاس نيم ده ديناميك بريب البناء على اسم السل هي اسمها كروس أو اسمها سيركل هقدر حط لها الستايلينج بتاعها طيب تقل نحض الموضوع حاجة حاجة الستايلينج ده هرجع له هنا وهاجي أخليه دي سبلاي فلاكس بالشكل ده كده وهاجي أقوله للكونتنت خليه سنتر وهاجي أقوله بالشكل ده فكده كله سنتر في النص وكده كله تمام أنا عايز بقى أكبر طبعا حجم اللي هي بتاع الحاجات دي عشان ده بشكلها كده كده كبير وباخده حجم حلو ويبقى هنديها بقى لون ده هنتحكم فيه عن طريق ان أنا أعمل كلاس نيم اسمه كروس وابدأ أحطوله اللوجيك بتاعه وأعمل كلاس نيم اسمه سيركل وحط له اللوجيك بتاعه ده تاني بنائة على ايه بنائة على الديناميك سل نيم اللي جاي هنا وهو السل نيم دي جيالي اللي هي تم اختيارها هنا أو هنا وهنا دي إما هتبقى سيركل أو إما هتبقى كروس فهي لو سيركل فيتحط اللي هو εκلى اللوجيك بتاع السيركل لو كروس يحط اللي هو الستايلينج بتاع الكروس فهاجي هنا أنا أبدأ أنا طبعا أكليك أحط بس اتنين أو أكس ممكن أول حاجة أعملها النهان أنا أديله فونت سايز كبير فليكن الفونت سايز ده يبقى مثلا 24 بيكسل بالشكل ده لا صغير برضو فممكن اخليه مثلا 80 بيكسل بالشكل ده طبعا هلاقي ان انا باضطر اخد مبين السيركل وما بين فممكن ازبط الدنيا دي بطريقة انضف شوية ان انا اخلي الحاجات المشتركة تتعامل في css styling block 1 بان انا اقول له .cross و .circle الاتنين دول اللي هم ستايل مشترك اللي هو الفونت سايز وقدر اشيله من الاتنين فالطريقة دي طريقة في السيئة اساسا ان انت بتادي multiple class names multiple selectors نفس ال styling فهتلاقي كده تمام وممكن برضو اخلي الفونت weight بتاعهم يبقى bold عشان يبقى الفونت كده كبير فكده تمام احنا وصلين في حتة كويسة جدا فاضل بقى ان انا اعمل color او اميز لون ال o عن لون ال x وده اللي انا هقدر اعمله في ال cross والcircle هنا فهاجي في ال cross دي هتديها color وليه اكون هيبقى لونه red بالشكل ده كده وهاجي للcircle هتديها color وده هيبقى لونها blue فلو جيد رأيي طبعا عملت click هتلاقي بص طلع معاك الالوان شكلها مميز فلحد كده تمام انا عندي ظاهر ال styling مظبوط وكله جميل فاضل بس ان انا عايز اظهر برضو رسالة تقول هو دور مين اللي يلعب ولو حد فيه انكسب يقول مين اللي كسب فهاجي هنا ممكن احط message تحت اللي هي game board بالشكل ده كده يبقى عبارة عن div element وده وده في element ده هنفتح اللي هو الشكل ده كده ونعمل كده اللي هو back text اللي هو موجودة في الكيبورد فوق tab وتحت زرار ال escape عشان خاطر قادر ان انا اكتب string على element او ال variable نفسه اعمل له injection جوه اللي string ده فانا عايز اكتب ايه it's now full and stern يعني الفروض يظهر it's now وكده يقول لي ده دور مين فجوه هنا هعمل الشكل ده كده قول له go وقول له stern الشكل ده كده فهتلاقي يبدأ يظهر ليه يقول لي it's now cross turn فكده it's now cross turn فده مفروض دوره طبعا هو ده لسه مش صح اللوجيك قوي بس خلينا من refresh للصفحة فبقول لي it's now circles turn فعما اضغط يقول لي it's now cross turn فأضغط فبقول لي it's now circles turn فكده تمام ده الرسالة بس توضيحية اعيز برضو ازبطها الرسالة دي تيجي تحت فهناعمل زي ما عملنا فكرة اللي هي البردو container نفسه الخارجي بتاع الصفحة يبقى display flex ويقول لهم ان هو يبقى column عشان يبقى فوق بعض فأجي هنا في globals وهو معمول display flex فاضل اللي انا اعمله اقول له flex direction يبقى column بالشكل ده كده فهتلاقي يظهروا فوق بعض وشكلهم لطيف وبترى ان احنا نوصل لنتيجة كويسة فاضل بقى نحدد مين اللي كسب ومين اللي مكسبش ويوقف فين ولو الاتنين ما حدش فيهم كسب يقول لي ان ده draw ان ما حدش كده فيهم كسب عشان بقى احدد مين اللي هيفوز ومين اللي مش هيفوز محتاج الاول احط احتماليات الفوز ايه احتماليات الفوز عندي اما هتبقى بالشكل ده اما هتقول مثلا الصف ده يعني ان يكون او 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 ثلاثة واربعض او ثلاثة اكس واربعض ونفس الكلام يبقى مثلا هاخد كل الصفوف كاحتماليات هاخد كل الاعمدة كاحتماليات العمود ده العمود ده كله فانا هبدأ اعمل array فيها كل الاحتماليات واتشكها against array بتاعتي عشان اشوف الاحتماليات ده ماشية تمام ولا لأ فهاجي هنا هعمل const واسميه winning compose بالشكل ده كده وهفتح ال array بتاعتي فال array دي هحط جواها arrays باحتماليات الفوز طيب فاول احتمال عندي هو ايه هو صفر واحد واثنين اللي هو الصف الاولاني فابدأ اكتب صفر واحد اثنين بقى كده اتاني احتمال اللي هو هيبقى ثلاثة اربعة خمسة فهم جاي نقطت كده بقوله ثلاثة اربعة خمسة بقى كده اخر احتمال كصفوف اللي هو هيبقى ايه ستة سبعة تمانية وبعد كده هبدأ ااخد احتمالات اللي هي الاعمدة فده ينفروض هيبقى صفر وكده ده هيبقى ثلاثة وده هيبقى ستة فحط الاحتمال ده صفر ثلاثة ستة احتمال اللي بعديه اللي هو هيبقى عبارة عن واحد اربعة سبعة واللي احتمال اللي بعديه اللي هو هيبقى اتنين وخمسة وتمانية وكده فاضل معايا احتماليين بس بساط اللي هما ايه اللي هو اللي بالعرض ده كده او اللي هو بسموه بالورب انه هو هيبقى عندي احتمال اللي هو كده بالورب ده او بالورب ده فده كده مكانه صفر ده كده مكانه اربع وده كده مكانه تمانية والاحتمال اللي هو التاني ان ده كده مكانه اثنين ده كده مكانه اربع وده كده مكانه ست كده انا حتيت احتماليات اللي هي الفوز كلها بتاعتي فاضل ان انا اقارن بقى دي اصاد دي يعني المفروض انا طبعا مع كل هندل كليك اللي بيحصل بالزبط عندي ان ا بروح اعمل هندل اللي هو cell change بالشكل ده وهو بيبدأ ان هو يست السلز الجديدة بنانا على الاختيار الجديد ده حصل او ده حصل اكس زي ما احنا عملناه من شوية فاللي انا مطالب ان انا اعمله عندي هنا هعايز اعمل function تعملي check للسكور او اعايز اعمل الفونكشن دي تقوم بعملية التشاكينج بتاع السكور مع كل تغيير للسلز واحنا عندنا في react عملية اللي هي تغيير في الستيت اعمل لها تراك اعمل لها افنت بنعمله باستخدام ال use effect بالشكل ده كده فجوه ال use effect هعمل لها dependency معتمدة على تغيير السلز فكده مع كل تغير في السلز عايز ابدأ ان انا اتشك السكور هنا هابعامل ازاي فاللي انا عايز اعمله عايز اعمل for each تمشي على ال winning combos دي وتقول لي اذا كان كل واحدة فيما يتناسب مع كل اختيارات هنا هل في اختيار منهم متوافق معاها ولا لا فاول حاجة هابدأ اعمل اللي هي winning combos.for each فهمشي كده على كل winning combo فهابدأ اقول له هنا وابدأ افتح ال for each بالشكل ده فكده انا عملت for each بتديني بتلف على كل ال combos بتاعتي وانا عايز بقى اتشكل combos دي against السلز بتاعتي طيب فانا هي احتماليات اللي هي الفوز بتاعتي يا اما يبقى الثلاثة دول circle يا اما يبقى الثلاثة دول cross في كل احتمال منهم فانا عايز اتشكل الاحتمالات دي كلها لحسنا حظي في حاجة جميلة جدا في جوافا سكريبت اسمها every ممكن استخدمها في التعامل مع ال array دي قصاد دي انها تتشكلي الاماكن دي قصاد اللي هي الاحتمال ده واشوف اذا كانت فعلا توافق الاختيار ولا لا فاللي انا هعمله بالضبط ان انا هعمل variable هسميه circle wins احتمالات ان السركل تكون كسبت في اللفة دي وانا انا هقوله اخد الكمبو بتاعك ده واعمل عليه every لان ده الكمبو ده عبارة عن array شوف every element منهم كل cell هل هي بتوافق cells of cell ولا لا اتشك انها تساوي circle عشان ديه circle wins طيب يعني ايه الكلام ده يعني ايه هو دلوقتي every every دي عبارة عن حاجة زي for each بس بتعمل boolean نطلع نتيجة boolean لو كلهم بيحققوا الشروط معايا يعني لو كل خانة من خنائة cells of cell بيحققوا الشروط فساعتها كده كلهم تمام مظبوطين هيرجعلي ان ده كده true يعني كده هيرجعلي true لو كل cell من السلز عبارة عن circle طب الراحة تعالي trace كده عشان نفهم الموضوع ده ازاي هو دورتي بقولي cells of cell صح؟ cell دي بيمشي على لا zero فبيجي تشك زيرو هنا بيشوف هي circle ولا لا بعديها بevery d بتعمل زي لوق اللفة اللي بعديها عنده واحد في الري هنا بيشوف هل cells of الواحد توساوي circle اللي هو المكان ده هل يساوي ساوي circle ولا لا لو يساوي circle تمام احنا كده لحد كده تمام كويسين يروح لآخر element اللي هو يبقى مثلا الاتنين ويتشك هل برضو هو يساوي circle ولا لا ما لو التلاتة طلعوا له true فيه اللي هو عملية المقياس هنا او boolean evaluation بتاعه هنا يبقى كده النتيجة اللي طلع هنا دي كده boolean وطلعت معايا ب true لو واحدة فيهم غلط هيبقى كده ال every هيطلع عليه false فيبقى كده العملية دي حلوة وجميلة لانه هيمشي لعلى كل دول ويقارنوا بالا احتماليات موجودة هنا في الري ويشوف اذا كان ال circle هو اللي كسب ولا لا طب انا كده مش عايز بسة تشك ال circle هو اللي كسب انا عايز اشوف اذا كان برضو cross هو اللي كسب فهقول له برضو cross wins بالشكل ده واقول له امشي برضو على ال combo ويشوف كل خلية كل سل واستخدمها كإندكس بالشكل ده cells of cell واقول له تساوي cross فكده انا بالنسبالي اقدر ان انا اتشك اذا كان اي حد فيهم بعد كل دور عمل click اذا كان حد فيهم كسب ولا لا في حالة ان طبعا ال circle هو اللي كسب فانا عايز اطلع رسالة ان هو كسب واخرج خلاص ما عملش تشك الاحتمال التاني ان يكون مين اللي كسب ان يكون اللي كسب الكروس الكروس هو اللي كسب ويبقى عندي فاضل احتمال كمان ان انا اشوف ال draw او اشوف ان هو التعادل بس خلينا من التعادل دلوقتي وخلينا نركز على مين اللي كسب او مين بعد كل دور اذا كان حد فيهم كسب ولا لا فالنا محتاج اعمله ومحتاج اعمل زي رسالة dynamic ليتطلع ويستها في المكان عندي تحت هنا او مكان اللي هي it's now ويسترني دي ويحطها لي فدي ممكن اعملها ازاي ممكن احط رسالة هنا كده بالشكل ده كده جوة div element واقول له winning message winning message دي اعمل لها state هنا فوق اقول له const وقول winning message set winning message بالشكل ده اقول له use state واقول له ابدأ برسالة فاضية وهيجي تحت طبعا ال winning message دي طبعا اتلاها ما ظهرتش ما فيش عاجة ظهرت قدامي هنا لان هي فاضية لسه كالمنت فاضية ما فيهاش حاجة فانا هنا هستل winning message لو circle wins وهقول له مين circle wins بالشكل ده كده ولو cross هو ال wins هقول له cross wins بالشكل ده كده وهيجي اجرب ابدأ لعب واشوف وخلي حد فيهم يكسب فمثلا ادي الدايرة فبقول له ده كده cross turn ادي cross لعب ادي الدايرة ادي ال او ادي ال اكس ادي ال او فلاقى فعلا circle wins وطلع معايا تماما فرود اعمى circle win اخفي بقى الرسالة دي مليش لازم ان انا اظهر الرسالة اتسناو cross turn خلاص ما هو اصلا مفيش احتمال وفيه حاجة انا عايزة اوقفة اهوقف ال handle بتاع click مفروض خلاص انا accept مفروض مفروض ما عملش click تاني فتعال انحل المشكلة الاولانية اللي هي it's now cross turn دي بان انا اقول له لو في winning message او ممكن نعكسها اقول له لو مفيش winning message اظهر الرسالة دي اللي هو دور مين بس خلاص لو فيه winning message مفروض ما تظهرش فتعالوا نجرب تاني هعمل كده فهو قال لي circle wins واتلاقي الرسالة اللي تحت اختفى كده انا تمام عندي المشكلة التانية ان انا click لسه شغال بعد حتى ما انا accept مفروض لو حد فيهم كسب خلاص يوقف ما يخليش اي حد تاني يلعب فده برضو هحتاج ان انا اخلي ال handle click بتاعتها لو فيه winning message ظهرت معايا يوقف لعب فهاتطر برضو ابصيف ال prop عندي كده بالشكل ده كده اللي هو وهو ال winning message وهروح جوه السل واخدها برضو عندي هنا فوق واقول له دي عبارة عن string واقول له ال winning message هنا فاللي انا هعمله ببساطة ان انا هقول له لو فيه winning message اخرج بالشكل ده كده طبعا انا نسيت احطها هنا في ال props فارجع حطها فهو كده اقول له لو فيه winning message مفروض ان هو يخرج يعمل return على طول يأجزة ال click ما يكملش ويشوف بقى اذا كان هيست ولا مش هيست والكلام ده فتعالوا نجرب ده لما نجرب ويبقى انا اضطل كده click اهو اهو هدي تمام كده خلاص جربت اعمل click بقى على اي واحدة فيهم مفيش حاجة بتحصل لان كده خلاص الرجل ده كسب اللي هو السيركل فهينفع عشان اي حد تاني يكمل لعب كده فوضل معي حاجة اخيرة عايزة اعملها ان انا لو مفيش حد فيهم كسب يعني وصلنا لمرحلة ان هو فيه تعادل فالمفروض ان هو يقول لي في الاخر خالص draw يعني انا لو قعدت العب بالطريقة دي كده فوصلنا ان محدش فيهم كسب مفروض ما يقوليش بقى it's now cross turn مفروض يقول لي draw مفروض يقول لي كده مفيش حد كسب فاللي انا محتاج اعمله انا عايزة تش يبقى في الحالة دي كده احنا وصلنا لمرحلة تعادل فهعمل use effect تانية عشان افصل اللاجك في use effect مستقلة عندي وهاجي اخليها برضو depend على cells واخليها برضو depend على ال winning message وهاجي اعمل if condition والif condition ده هتشك جواه اذا كانت كل cells اللي موجودة عندي بالشكل ده كده يعني هعمل عليها زي موب اللي قولت لكم everyday بتديني بولين فهتشك اذا كانت كل cells لا تساوي فاضي يعني فيش ولا cell فاضية وفي نفس الوقت مفيش winning message اتحددت بالشكل ده كده في الحالة دي احنا كده بنقول له يبقى كده winning message هتبقى draw ده كده منطقي لان انا قلت له ايه تانية قلت له لو كل خلية بصلي عليها كده ولا واحدة فيهم او كلهم وصلوا draw مفيش ولا واحدة فاضية خلاص انت كده تمام ده مكنش يبقى كده انت ايه ومفيش winning message يعني خلاص مفيش winning message مفيش حد كسب فيهم من الحالات اللي هي الاف عليها هنا دي ايه في الحالة دي كده وصلنا لمرحلة تعادل تعاروا نجرب مع بعض logic فاجي هنا كده لو ررت يالعب اهو وابدأ ان انا اعمل الشكل ده كده يبدأ اعمل كده وابدأ اعمل كده وابدأ اعمل كده 우ابدأ اعمل كده فكده circle wins ده كده تمام اللوجيك. هحط الاو هنا. هحط الاكس هنا. هحط الاو هنا. هحط الاكس هنا. هحط الاو هنا. هحط الاكس هنا. هقول لي كده دراو. فكده تمام. انا وسطما وح transformations تعادل. مفيش حد كسب في الراوند ده. وبكده احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. عمالنا لعبة اكس او ظهريفة. عرفنا ان احنا نعرف كل اللوجيك بتاع بيناء لعبة اكس او ما بين الاتنين فيش حد يكسب تعادل وامتا برضو احنا نوقف اللعبة نوقف الكليك بعد ما خلاص يكون حد كسب فعملنا كل اللوجيك الممكن ولعبة ظريفة ممتعة تعلمك استخدام كل الهوكس بتاعت ري اكت وتعرف توظفها صح في ان انت يطلع اللوجيك جميل حاجة منطقية حاجة عملية تعلمك حاجة كتير جدا في ري اكتب هسيب لكم بقى اللينك بتاع الكود ده على جيت هب في الديسكريبشن بحيث لو حد عايز يخد الكود يشغاله عنده مباشرة او يشوف كل اللوجيك اللي مشين عليه ستاب باي ستاب وهو برضو انصح ان انت تمشي على الفيديو الاول خطوة بخطوة وقارنوا بالكود النهائي ازا كان الدنيا ماشي معك تمام او لو في حاجة بايزة مش شغالة تعرف تاخدها من الكود اللي احنا حطناه لك ونشوفكم في الفيديوهات بقى جاية لري اكت وكالعادة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واعملوا برضو سبسكرايب للقناة لو مش عاملين ومع السلامة